اشتركوا في القناة النهضة الحركة تستمع لها يكلها تستمع الناس يعطيوا اراءهم اراءهم ساعات مختلفة لكن البعض يقول سيعد كريم والاجابة من عندك انتهام انه النهضة تناور انه النهضة تناور وانه النهضة لم تستوع باللحظة ما زلت تحكي على المحاصة ما زلت تحكي على انها ستدير الحكومة وستكونها على اساس ان باثنين وخمسين شنو قادرة تعمل النهضة سيعد كريم بسم الله الرحمن الرحيم اولا ان احنا اثبتنا كحركة فيها مؤسسات واعلاها مجلس شراء اللي احنا حركة مسؤولة ناقشوا في مجلس حظروا فيهم 130 دخلوا فيهم 110 حظروا من المكتب السياسي والتنفيذي والكتاب العامية جهوية ومجلس شراء جهوية وشبابنا حوالي 200 اجتمعوا نهار الصبت فهذا دليل اللي احنا متحملين مسؤوليتنا كحركة وماخدين الامر بكامل الجدية ماناش قاعدين نلعبه وماناش قاعدين ننوره ولكن زادة كذلك حضورنا في الاعلام بش نحب نقوله اللي يراه المسؤولية اللي اعطوها الناخبين للنهضة وتشكيل حكومة بقيادة النهضة هذا شأن موش حزبي هو شأن وطني نحتاجه بش نتناقش فيه في الاعلام وسنحرص ان المفاوضات اللي بش تسير والمشاورات تكون علنية وتكون في اطار اعلام الرأي العام بتطور حتى يشهد الشعب على البقية حتى الشعب يكون شاهد والاعلام يكون عنده دور والنهضة ما عنداش ما تخفي في هذه المفاوضات احنا المعنتها الحزب الاول في هذه الانتخابات بدستور البلاد مكلفين تشكيل حكومة سنترأس هذه الحكومة وهذا حقنا وواجبنا عنا برنامج بش نعرضوها لشوركائنا انقولوا للأحزاب اللي راهوا الانتخابات هذه هي تنبيه شديد لأنه برشا ناس شكوا في الأحزاب قالوا الأحزاب حكاية فارغة وشوفونا حاجة أخرى غير الأحزاب المرة هذه ثم فرصة امام الأحزاب ما يزمناش نفشلوا في تشكيل حكومة ما يزمناش نبقاه في الصراعات القديمة لأنه الناس اللي ضيعوا وقت تونس ووقت شعبها في الصراعات الإديولوجية ولا السياسية ولا الحزبية خسروا الانتخابات النهضة ما لازمش النهضة تفشل لقدر له في تكوين حكومة ما مش الأطراف الأخر احنا ماخذين للأمر بجدية ومن ادل على ذلك أنه كونا لجنة للتفاوض يترأسها رئيس الحركة في أعظام المكتب التنفيذي وأعظام المجلس شورا بدنا اتصالية أولية قبل المجلس شورا سنبدأ مشاورات رسمية مع الأحزاب مع الكتل مع المنظمات الوطنية وعلى رأسة اتحاد الشغل فأحنا جادين في هذه المفاوضات كم داخل اتحاد الشغل سعد كريم؟ طبعا لأن الحكومة شأن وطني واتحاد الشغل قوة وطنية عندها رأيها عندها وزنها ويهمنا بش نعرفوا رأيها مايش حزب مايش هي لتشكل الحكومة ولكن رأيها مهم في تشكيل الحكومة وفي برنامج الحكومة خاصة لأن نحن نحب ونعمل حكومة على أساس برنامج مش حكومة محاصة مش حكومة متع توزيع حقائب مش حكومة متع إرضاء هذا أو مجاملة هذا احنا عنا برنامج اللي بش يوافقنا في هذا البرنامج نلقاه برنامج مشترك نحكم وما بعضنا اذا البرنامج متاعنا مايش نعمل حكومة للحكومة ولا بش نمشيوا للبرلمان كل ماعطيونا تزكيل الحكومة وبعدوا قعدوا في البرلمان استناونا في الدورة هذه تجربة وقعت في ثمانية سنوات الفارطة تفوز النهضة ومايخليوهاش تحكم أو تشارك النهضة في الحكم ويقولوا النهضة تحكم المرة هذه النهضة ستحكم وعندها برنامج وعندها كفاءات ومستعدة بش تمددها لمختلف شركاء بش ننتصر الثورة وننتصر على الفساد اللي مستعد بش يتعاون مع النهضة من أجل تونس هذا اللي نتوقعوه من شركاءنا السياسيين والمنظمات اللي بش يظهر عليه أنه بش يعطل وإلا بش يستعجل النهضة يضغط عليها عطيونا حكومة فيسا فيسا اللي مستعجل بش يران نهضة تفشل في تشكيل حكومة ماهوش مستعجل يضغ فيه بش يلقى تونس تخسر عام كامل من أجل انتخابات سابقة اللي هو سيناريو يزمنا نجنبوه شو سي عبد الكريم ربي نجح تونس سيقبل كل شيء ربي نجح تونس ربي نجحنا الجميع فيما فيه خير تونس اليوم كونوا واضحين أكثر شوية معنا مفاوضاتكم انت تقول الشعب شهد كلنا معاش كنت تتفاوض تفاوضتوا مثلا مع قلب تونس ولا لا عليش بديد بقلب تونس حضر الحزب الثاني الحزب الثاني وهي جيو وهي جيو في الحملة انتخابية متاعنا كنا واضحين نحب ونشكلوا حكومة لا شبهة فيها وتقطع نهائيا مع الاستبداد بالفساد هذا خيار كبير والناس عطاوا ثيقة في النهضة على هذا الأساس ثانيا معناتها احنا فهل الاتصالات قلنا وقع اتصال بنا وبنا تلاف الكرامة اتحاد جملة من الاتصالات وفيها مواشرات ايجابية اما المشاورات الرسمية اللي بيش تعرضها النهضة على اساس برنامج لتشكيل هذه الحكومة ستنطلق خاصة بعد مجشورة وباشراف هذه اللجنة اللي ترأسها رئيس الغانوشي اللي هي باش تقابل الناس كل باش نقابلوا الناس كل واحنا بنسبرينا باش نستثنيه زوز اطراف اللي هي اه مع تقالب تونس والدستور الحر لانا احنا ماناش باش نتقابلوا معهم ماناش باش نتشاوروا معهم في تشكيل الحكومة موجودين في القرنمان في القروي في الويكاند كلمنا كلم رجل غانوش رجل غانوشي الناس كل يكلموه ويتصلوا به لانه شخصية وطنية اذا اتصال حار اه طبعا رياق على اتصال اه عبروا هما في بعض تصريحاتهم انه مساعدين يساندوا الحكومة بالتصويت لها دون المشاركة فيه احنا بنسبة لنا من يساندوا الحكومة نرحبوا بمساندته ولكن اللي بشي يشارك في الحكومة تختاروا النهضة وعلى اساس برنامج مع الثورة ضد الفساد مثلش تحاولوا نفهمه خاطر مهم الفهم غدوة اذا كان قدرت النهضة بعد مشاوراتها على تكوين حكومة اذا كان صوت قلب تونس للحكومة ولنايلها فيقة هذا مرحب به لديكم ربعا احنا كل نايب يصوت لفاية الحكومة نايب كتلة وحزبها كل نايب او كل كتلة تصوت لفاية الحكومة لتقود النهضة احنا نسجلوا الموقف ورحبوا به ولكن تشكيل الحكومة على اساس برنامج مع شركاء ينجموا ينفذوا هذا البرنامج هذه الحكومة متاعنا ميش حكومة محاصة ميش حكومة متاع جامعة شامل كيفاش مهيش حكومة محاصة هذا اللي يمكن احنا اليوم ما نشفهمينه في الشأن العام كيفاش مهيش حكومة محاصة الور كنتو باش تقوموا بمشاورات على اساس واثقة حكم يخي واثقة الحكم هذي غدوة جو تفسرنا شكومش يكون منفذ لها كوادر من الأحزاب التي ستتشاورون معها وإلا الناس أخرى عليش نقولك ميش حكومة محاصة اللي يبدل مشاورات مع النهضة بالحديث أنه رئيس الحكومة ما يكونش من النهضة ويكون شخصية مستقلة هذا وكذا هذا إنسان يتحدث يتحدث على حصة وقت اللي يعرف الانتخابات أعطات للنهضة بش تشكل الحكومة ويعرف الدستور أعطى للنهضة بشكل الحكومة هو بحث على حصة تفوت حق الناس اللي بشي شاركوا مع النهضة ثانيا وقت اللي واحد قبل معيحك على البرنامج كل واحد يعرف حجمه طبعا طبعا نحن شعب أعطاه كل واحد حجمه وكل واحد يطلب على قد الحجم متاعه وعلى قد زاد الكفاءة متاعه والاستعداد متاعه في البرنامج الحاجة الثانية وقت اللي واحد ما تحدثش معك في البرنامج ما يعرفش شنو هالحكومة هذية بش تعمل ويدخل طول في المعارضة أو يدخل معك في ابتزاز ويقول لك عطيني كذا وعطيني كذا طيار دي مقرأة فاحنا قلنا المنطق لن نشكل حكومة بهذا المنطق اعطيني ومتعطينيش واعطي لذاك ومتعطيش لذاك احنا مناش نوزعه في غنايم مناش نوزعه في حقائب احنا ساعة الشعب التونسي يعطاه فرصة لهذه الحزاب بش تكون في المستوى اعملولي برنامج بش تجاوبوني على الفساد على القدرة الشرائية على تشغيل الشباب على تنمية البلاد على كلها الاصلاحات ونحب الراء انجازات اما قادرين انتم كحزاب تعملوا حكومة لانو القانون الانتخابي ما يعطيش الحزب بش يحكم وحده اما قادرين مش تعملوا حكومة وتكونوا في المستوى وتنسيوا نفك الجدل اللي صار في البرلمان وفي البلاتويت وإلا راهوا اذا بش ترجعوا انتخابات اخرى الشعب بش يعق برش نس اوه شعب الكريم هنا ماشيين سيناريو بنزل بعيد سيناريو انتخابات الانتخابات التشريعية السابقة لقوينها تنخل طوله يمكن حتى في نهاية كلامنا لكن خلينا نفهموا بالضبط اليوم نهاد اشتح بتعمل سعد كريم من جهة تقولوا في النقطة الثالثة من بيان الشورى واضح النقطة الثالثة لا غبار عليها قرار تحمل قراره تحمل الحركة مسئولية تشكيل الحكومة تشكيلها انتم ما بش تشكلها وحدكم يتقول قرارها وحدكم تشكيل الحكومة وترأوسها ولذا هذا بالنسبة لكم هذا من مخرجات الشورى ما فيه شكلات لهناش يقولوا الناس اللي تحبوا تشاور معهم يقولوا كذا كان انت يجي تقول لي راني بش نشكل الحكومة وراني بش نترأس على شنو تحبني نحكي معا طبعا من توم ما جيتوش قلتو لا استنى خلي كامل سعب تكلم جوز بش نحاول نفهموا بعضنا غير خاطر يقول لي الرأي العام لكم يلوج الإجابة لهذا توم ما جيتوش قلتو ندعو شورى كائنة اللي قراب منا واللي فازوا في انتخابات خاصة جدا انتخابات 2019 انو يجيوا نقعدوا على طاولة مفاوضات لبرنامج مشترك ونبعد نحطوا شخصية انتو ما قلتو لهم التكي دانتري التكي انك تدخل التذكرة بش تدخل معايا المفاوضات انك تقبل انو انا نكونوا انو الرئيس من الحركة هذا اللي قعد يمكن خلق زداء بلوكاج كبير اي احنا اولا المرجعيات نتعني في تشكيل الحكومة شنو دستور اولا النتيجة انتخابات اي ودستور وقت اللي فازت النهضة في الانتخابات بعد ثمانية سنوات تعرف شو قاع فيها فمن حق النهضة ان تشكل حكومة وان تترأس هذه الحكومة لكن اغلبية غير موجودة سيعمل تكلم هذا المشكل اساسي تصالي هالنهضة متحبش تقرار لا لا فهم خاطر اذا ما تشكلش النهضة الحكومة تشكلون القوة اللي في البرلمان انتو ما بش تشكل تشكل الحكومة تشكل الحكومة تشكل الحكومة تشكل الحكومة تعطي حق للحزب الفائز ان يترأس الحكومة ثانيا احنا بش نقترحوا برنامج على شركانا ويدنا ممدودة لكلها شركاء اذا يجي شريك يقول لك انا ما نعترفش بحقك في رئاس الحكومة ينجم منحقه بش يقول لك لا ماذا ولكن احنا ما نعتبروش هذي منطق مقبول لانه ما فيش احترام لنتاج الانتخابات ولا للدستور وإلا لطبيعة التوازنات خاطر ما نجموش احنا نفوزه في الانتخابات ونعطيه رئاسة حكومة لشخصية مستقلة او شخصية من حزب اخر هذي مش منكم بلك شي غدوة هذة اللي يستنوا فيها التوانسة ان انتوما لأفرزكم السندوق قل لك انتوما قبل 2019 كنتو شركاء مع النداء ويعتبروا النهضة تحكم قلنا لمرانا ما نحكمه لانه شركاء في الحكم وتحملوا مسؤوليتنا على قدر شركاء قلنا به ما كنش تحكمه ايا سيدي في 2019 هاو نعطيوكم ثقة كافية بيش تكونوا الحزب الاول وحكمنا بالنسبة للنظام انتخابي عندك 52 ولا 60 ولا 70 حتى واحد من نجم يكون حزب عنده 109 هذا نظام انتخابي نجم ونراجعوه نجم ونطوروه بالمعطيات هذه الحزب اللي يجي لولاني ولو بفارق مقعد هو اللي عنده مسؤولية قيادة الناس التوانسة قالونا يزيوكم انتوما من نهضة تقولوا والله احنا مشاركين في الحكم وإلا بلكش انتوما خايفين لا تحكموا وإلا ما كمش قادرين تحكموا وكونوا حكومة وقودوا الحكومة واعطيونا برنامج قابل التنفيذ يكون في مستوى وتطلوعات شعب التونسي واختاروا شركائكم لأن احنا في 2014 فهم حزب فيشر الانتخابات وما اخترناش احنا شركائنا ولكن اخترنا ان نكون في الحكومة من اجل تونس وما صار الديمقراطية اليوم 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 وقعنا ككتلة أولى يسقنا بش نختاروا شركائنا نختاروا شركائنا على اساس برنامج فاحنا مدينة يدينا للقوى اللي يتأكد انها معا الثورة ضد الفساد معا الديمقراطية ضد السبديت مثلا مش عليش تترفض هالدعوة هذية مثلا مش عليش ما نشاركوش مع بعضنا احنا وعنا هلأيما تحنا حملة متع نظافة مشاركين فيها شباب تونس اللي نحييهم يجيش واحد يقول أنا ما نعملش النظافة في تونس خطر ثمة شباب من نهضة مشاركين فيها ففي الحكومة كذلك ما هوش مقبول الآن بش يجي واحد يقول ما نشاركش في حكومة لأنه تترأسها النهضة اعطيني رأيك في برنامج النهضة اعطيني رأيك فيما تعريضه النهضة على هالأطراف هذية احنا بش نعرض على هالأطراف هذية معنا تمسئوليات في الحكومة على أساس الكفاءة وبش تكون حكومة قادرة تنجز البرنامج وقادرة تكون في مستوى التوانسة ماناش بش نوزعه غنائم بايه ميسر سعد الكريم هذي نقدمه شوية بش نحاوله نفهم مخاطر الوقت يضغط علينا ما زال عنا عشرة دقائق نحكيه على مختلف المفاوضات حكينا على قد تونس قتلي نيت قتلي مفمش منه هذا لليوم لغدوة هذا تأكده نعم هذا مأكد عشرة نشوفه غدوة على خطر تنجز يتم اقتراح غدوة حكومة وحدة وطنية ووثيقة حكم حتى الوحدة الوطنية ما تقومش لا على الاستبداد ولا الفساد الوحدة الوطنية تقوم على برنامج وطني يخدم البلاد ويحافظ على استقلال البلاد ويحترم إرادة شعب وإرادة الناخبين ويجاوب على تطلعات الفقراء والبطالين والمحرومين في المناطق اللي ما وصلتاش التنمية واللي ما شريحهم عطلة والفاسدين اللي قاعدين يعطلوا في الإدارة وحرموا البلاد ثمانية سنوات من أنها تحقق أرقام مشرفة لأن التوانسة أذكية عندهم فلوس عندهم كفاءات ولكن الأرقام الاقتصادية متاعنا ما هيش متاعنا وإحنا قادرين إذا نشكل حكومة فيها شراكة حول برنامج صحيح ونبعده على الصراعات الصغيرة قادرين نرفعوا التحدي الاقتصادي والاجتماع هذه فرصة أعطينا الشعب التونسي على الأحزاب أن نتضايها النهضة بش تحمل مسؤوليتها بش تبذل كل جهدة وبيحول اللي تنجح في هذه المهمة اللي حب يعاون النهضة على النجاح يتفضل اللي بش يبقى يأدي في دور تعطيل النهضة اللي عطلوا النهضة لكلهم يمشيوا وبقي اللي ممكن يتعامل مع النهضة إن شاء الله يا شعب الكريم مفهم من أجل أن تنجح تونس لكن يستمع لكن اليوم فما يكون يقول أنه نتوم مش فما يكون يقول الطيار الديمقراطي يسعد الختاب ويقول أنه المشكلة مع النهضة هي أنها تعتبر الحزب قبل الوطن وأنه تعتبر أنه فما مكابرة أنا ربحت أنا نكون ما فماش هذية تقول لي ندخل معاك ونحكي معاك على البرنامج ونحكي معاك على وزارة سيادة ونحكي معاك يحد يعرف حجمه هذا الوين مش يوصل بالنسبة للطيار الديمقراطي احنا لاحظنا اللي أول ما قال قال باش نمشو للمعارضة أليا قلنا له تعارض فيش كون حكومة مزيد ما تكونتش وانتي نتخبوك الناس مش بشكون في المعارضة وإنما بيش تحكم يعرف في سلوكية وقع تطور في الموقف داخل الطيار الديمقراطي ثم ناس قالوا لا احنا نشاركوا في الحكومة ولكن عنا مطالب المطالب ما يقابل للتفاوض احنا مصعدين للتفاوض بعيدا عن الابتزاز ولكن يجب نحترم ارادة الناخبين الناخبين قالوا النهضة الأولى هي التي تقود الحل للحكومة مش الطيار الديمقراطي ولا غيره وهو طيار الديمقراطي فمن الديمقراطية نحترم نتائج الانتخابات ونحترم الدستور ونحترم حق النهضة في قيادة هذه الحكومة احنا بش نعرض برنامج بش نعرض مسؤوليات داخل هذه الحكومة فالطيار الديمقراطي يتقابل مع النهضة ويتفاوض مع النهضة نجمو نتفقو واذا ما تفقناش كل واحد يتحمل مسؤوليته واضح هذا 100% 100% كل واحد يتحمل مسؤوليته حركة الشعب كيف كيف نفس الشي حركة الشعب اللي تتكلم على حكومة الرئيس وتقول بالشرعية متاع الرئيس تنهرت اللي هو نخلته لا يقدر الفشل في تاكوين الحكومة هو وقت اللي يكلف الشخصية وقتها الناس الكلتا تلتف حوله انتو ما قادرين تمشيوا في المشروع هذا أولا ماذا بينا ما يتكلم حد باسم الرئيس وصيقية السعيد ما يحب حتى حد يتكلم باسمه يتكلم هو ننتظره خليه يتكلم هو الحاجة الثانية الحكومة هذية اللي بشتقودها النهضة هي حكومة ما هيشي صراع مع الرئيس ولا مشكلة مع الرئيس بدليل أنه أكبر حزب ساند سيقية سعيد هو النهضة النهضة اعطت أصوات النهضة اعطت مراقبين النهضة دافعت على صندوق الاقتراع بيش ما يقعش تزيف الانتخابات فالنهضة كي بشتقود حكومة ما هيش حكومة ضد الرئيس أو نجيبوا حكومة متاع الرئيس فما نفتعلوش هالصراع ذاي بل وجود النهضة على رأس البرلمان وجود النهضة رأس الحكومة مع الرئيس بش يؤدي لتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التوافق هذي اللي فقدناه بين سيلباجي وسيوسف رحم الله وسيلباجي فاحنا ما نحبوش يعاود يتكرر المشكلة اللي صار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رغم اليوم من حزب واحد احنا نحبوه ننجحو بش يصير توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رغم اليهوما ما همش من حزب واحد أو من رأي واحد هذي تحدي جديد وهذي تحدي أمام التوافق باش نبينه للنجم ونعم التوافق على أساس أرضية صلبة تخلي تونس تنجح في الانتقال الديمقراطي عبر التوافق هو يكون رئيس التوينس الكل وإن شاء الله يكون قادر على ذلك مهم جدا ما نفتعلوش المشكلة هذه وجده كذلك حاجة ثالثة نقولها اللي احنا رأنا في نظام معلتها مهوش رئاسي بالمعنى الحكم الرئيس المطلق وحكم الزعيم الملهم العالم العربي عانى من حكم الرئيس ومن حكم الزعيم وشفنا المآسي اللي يوصل لها العالم العربي تونس اتحرط من حكم الفرد ومن حكم الرئيس الرئيس عنده أهميته كرمز للدولة عنده صلحياته حسب الدستور ولكن الحكم في البرلمان ورئيس الحكومة هو الحاكم الأول في هذه البلاد حسب صلحيات الدستور نعطيه كل واحد دوره وما نرجعوش إلى اعتبار تونس مرتبطة بشخص لأن التنظير الهذاية هو عودة بنا إلى أنظمة عرفتها ليبيا وعرفتها سوريا وعرفتها أبلايس أخرى الآن غارقة في الدماء سعبد الكريم ابدايوا بهذا في النهضة ابدايوا بهذا في النهضة واختلي تقول لي انت اليوم راه راشد الغنوشي مرشحنا الطبيعي بالقانون الداخلي لرئيسة الحكومة هاي ابدايوا انتهم احنا في النهضة حزب ديمقراطي وقاعدين نبنيه في أول ديمقراطية عربي وفي الديمقراطيات العريقة الحزب اللي يفوز زعيمه أو رئيسه هو اللي يكون رئيس حكومة أو رئيس دولة لكن هما قانون الملكي خاضي يسمح من أنه يكون في الأغلبية مريحة سمح ولا على قل تشكيل فأحنا نعملوا شيء منسجن مع قانون النهضة ونعملوا في شيء منسجن مع تقاليد الدول الديمقراطية الحزب اللي يفوز زعيمه هو اللي يحكم هذه القاعدة اللي بعض الناس مش قابلينها ربما خطر عنده مشكلة مع رجل غانوشي شخصية احنا ما نبنيه وش على هذي اما راجل غانوشي بش الراجل هذي منظل موش الراجل شخص هذيه هو أهم زعيم الآن في البلاد علش نقول الكلام هذيه سياسي لأنه عدى خمسين سنة يناظ ضد ديكتاتورية وما تنزلش الراجل هذيه رجل توافق تعامل مع من يخليفه الرأي وجوزنا عقدة الإسلاميين والألمانيين والسلطة والمعارضة الراجل هذيه دار العالم بجيجيب الدعم للتجربة التونسية اللي معاملوا حتى زعيم حزب الراجل هذيه يخدم 21-22 ساعة في النهار ويرتاح 3 ساعات الراجل هذيه يقود في أول حزب أول حزب في البلاد فيس في الانتخابات البلدية فيس في الانتخابات التشرائية فالرجل هذيه اللي قاعد يقوم في كل هذا من أجل تونس علش الناس باش تجي ضد أن يحكم تونس وقت اللي هو أكثر شخصية ربما مهيئة للتوافق ولجمعة تونسيين وللاستجابة لأهداف الثورة اللي ناظر من أجلها تبقينا أحنا قارينا في النهضة أنه مرشحنا هو الأستاذ الراجل الغنوشي واعتبرنا أنه ماناش مزروبين باش نغلنوا على قرار مازلنا نتحثف في الموضوع هذيه وسنقرر مصلحة تونس باش نعطيه الراجل الغنوشي المكان اللي استحقه في تونس أما الناس اللي استهد فراجل الغنوشي لشخصه هذوما الناس عندهم عقدة إديولوجية مع النهضة عندهم كره دافين للنهضة الناس هذوما الكلهم انقرضوا ما همش موجودين لا في الحكم ولا في المعارضة نتيجة هالحقد الأعمى سيد عبد الكريم بكشي أهم شخصية سياسية في البلاد هي اللي صوتوا هذو زملائي المثبين المئة بشار أنا نقول ما نتحدث على قبل 2019 قبل ما نتحدث على الانتخابات لأنه ما ترشحش لرئيس الدولة راجل الغنوشي نحن راجل الغنوشي نتحدث على خمسين سنة ونتحدث على دوره بعد الثورة ودوره في أنه ما ترشحل حتى منصف الدولة وعمل توافق حفظ الدولة واليوم هو أول حزب في الدولة في البرلمان وفي الحكومة الرجل هذا يستحق الاحترام وقادر بشي قدم الكثير لتونس تبقينا يكون هو رئيس حكومة وإلا لا هذا يسيقاريره مجلسورة مجلسورة ما زال بشي قرر وما زال بشي قرر زاد من خلال المفاوضات نعرف نتائج الأولى تقريبا بعد أسبوع والاثنين خطر الأجال أصبحت الحقيقة ماشاء وتتقل شكرا لك سي عبد الكريم منهي إلا زيارة أولى على خطر ما زالت المفاوضات طبعا ولتمنى تجيب أحدانا وزيت وضحنا أكثر شكرا لك على قبول الدعوة